القيادة العامة للدرك الوطني لولاية ينادي الشرق بمدينة يمجرس تشهد حفل تنصيب العقيد حسكي يحيا إيسو قائدا جديدا لقوات الدرك الوطني بالولاية خلفا للعقيد بشارة شرف الدين بحر وذلك بحضور الأمين العام لولاية ينادي الشرق النور جبريل عبدالله وبعد إجراء مراسم التنصيب وإلقاء التحية لمختلف القيادات العسكرية بساحة الحرية سلم العقيد بشارة شرف الدين بحر القائد السابق العلم الوطني للقائد الجديد العقيد حسكي يحيا عبر المشرف على حفل التنصيب وإثر ذلك أعلن العقيد الناي عبدالله إمندا مسؤول البعث عن تنصيب الرسمي للقائد الدرك الوطني الجديد العقيد حسكي يحيا وفقا للمرسوم المؤرخ في الثامن والعشرين من يوليو لعام الفين وثلاثة وعشرين